نجحت وكتشفناها مؤخرا في العمل الإداري في قيادة التظاهرات وكانت عندها ريادة في الحكاية ذي أن تكون على رأس تظاهرة عريقة كما أيام قرتاج المسرحية ذيفتنا الممثلة نصاف بن حفصية مرحبا عيشك شكرا على استضافة شكرا شمسة فيم مرحبا بيك يا لله نورتنا كنقول نصاف السنة الأخرة وينها نصاف وين كانت شبهها غايبة هل هو اختيار منك وإلا الجانب الإداري بناعرف أنه أنت موظفة هو اللي يكلالك وقتك وإلا فما تغييب من مخرجين مش قاعدين يعايتولك هو الجانب الإداري عنده دور كبير برشا لأنه تعرف أنت الإدارة وقت كامل طبعا كتغيب شوية على الساحة أكيد تتنسى شوية الساسي سوغمانت هذي مؤكد الحقيقة فمش عروض فمش عروض يعني متاع مشاركات خاصة تلفزية ما عدا يعني حاجات قليلة برشا تقريبا عندي مشاركة سنوية لكن بشكل نعم بشكل صغير يعني ماهوش بشكل مش مساحة كبيرة نجم نقول أنا لدار أخذتني برشا لدار أخذتك برشا أمزيد المخرجين نتصور كيتبادلوا ما عملوش مواكبة للأعمال القديمة وممثلين لقدم على خاطر مش كان نصاف بنحفصية غايبة ليستطويلة ما شاء الله تقريبا أنا اللي نجي فيهم بحذينا في السيف ديفو لنورونا لكل تحية كبيرة لهم لكل هم غايبين بوا هيدا اختيار بتاتر فما هكا ناس جديدة من حقها كيماخذين احنا قبل فرصتنا من حقها بيش تاخذ فرصتها لكن نتمنى ليفما راهوا فما عنا قامت مهمة في الدراما التونسية نرموه فما تواصل نعم فما ناس مهمة برشا في الدراما التونسية ناس يعني ممثلين كبار كسواء ممثلات أو ممثلين مهم جدا أنهم يكونوا متواجدين في الساحة الفنية وفي الدراما التونسية خاصة اليوم كي غابوا علينا برشا قامت وبرشا اسيمي شني يأثر هذا في الدراما تبدلت يعني الخط الفني تقريبا تبدل تلاحظ هذية طبعا كي تقارن انتي العمال اللي كانت في التسعينات العمال متاع التسعينات حتى التوا يعني روجيستر اخر يعني كي ما نقولو احنا قوس اخر فني مفتوح طبعا الأداء يتبدل لأنه ثم الأداء الكلاسيكي والأداء الجديد يعني خاصة في التقات الشابة جديدة المواضيع تبدلت فما أكثر جرأة أكثر حرية أكثر خاصة للقنوات الخاصة تعرف اللي انتي القنوات الخاصة عنده مساحة أكبر أنه يقدم حاجات في الدراما بوجه آخر أو بشكل فني آخر مش كي ما القناة مثلا القناة القناة الوطنية كانت تتوجه برشا للعائلة التونسية لأنه هذية المشاريع الفنية هذية تدخل للدار بدون استئذان ما هوش مسرحية ولا فيلم بش تقص تيكي وتبشي تتفرج وتحمل مسؤولية كبير شي يدخل للديار صحيح تبدل شوية هي صورة جديدة بوتاتر الدنيا تبدلت العصر تبدل الأشكال التعبيرية تبدلت دوقسي نغمال بشي أثر حتى على الدراما اليوم كممثلة ومسرحية بالأساس وحاجة قريتها وحاجة حبيتها وحاجة خطرتها أنه تكون مهنة ما نقولوش تعيش منها خطر حد حد من يعيش من الفن في تونس وهذا نعرفوها إنس لكل لكن اليوم بمواكبتك اللي قاعد يتجدد من الأعمال شنية اللي تراها تبدل؟ طرح المواضيع يعني طرح المواضيع أصبح أكثر جراءة هذي هذي أكيد الكاستينغ اللي قاعدة تصير خذيت منحة آخر أوليت شكون أكثر يعني مشاهدة كسوسوها على السوشال ميديا يعني ولا على الانستغرام ولا لأنه هذي عملية تجارية كبيرك إنك تجيب شخص يشاهدوه برشا دوق بشي جيب اللي زابوني متاعو بشي شاهدو دوق تطلع نسبة المشاهدة هذي عملية تجارية تمشي بالتوازي مع المشروع الفني يعني لكن كنتبعوا العملية التجارية بنانبور دوفو بعبيد عندهم أكثر ديزابوني على غيزو سوسيو هذا ما أثرش على قيمة الأعمال اللي قاعدة تتقدم؟ دا سيسوي غيأثر على قيمة العمل ولو أنه ساعة نشوفوا حاجة مزيانة مع وجوه جديدة شابة لكن أنا متأكدة أنه يعني في الكواليس فما تعب من المخرج ولا تعب من اللي يعمل في ديريكسيون داكتور اللي يوجه في الممثل بيش وصلوا للغادي كمعتم بيش وصلوا للأداء هذيك هذا مؤكد فما مجهود كبير بار كونتر البروفيسيونال اللي أعرفناهم أنا أنا حضرت وشاركت مع عقامات ونتشرف برشا مجرد أنه يعمل نظرة على التكست متاع ويتصفحوا صدقني يشدوا بار ميموار ديسيبلين كبيرة احترافية كبيرة في العمل اللي يلبس الشخصية يحسها يعطيك اللي تحب عليه ما غير ما يتعب المخرج ولا للديريكتور داكتور دونك أنا نتخيل اللي تبدلت برشا حاجات فما مجهود كبير يصير في الكواليس بيش توصل تتفرج أنتي في السيقونس هذيك وتقول ما حلاه الأداء هذا دونك سختمون فما خدمة أخرى قاعدة تصير معا معا الغير محترفين لكن دي جافة ما نقد كبير للنوعية هذية متاع المتاع الكاستينج أنه ملغيزو سوسيو ما نش نتوجه الشخص معين لأنه ولد الأغلبية الأغلبية طبعا هي موذة تقريبا ولا تندنس ولا كيفش نقوله أنا الحقيقة ما عنديش مشكلة نقول أنا الساحة معناها ترفع الجميع وتنجم تكون للجميع لكن ماذا بي تكون فما مراوحة ما فيها باسي كون فما جيل جديد هذا أكيد وماذا بينا تكون فما مراوحة ما عندها بين قامات الفنية الموجودة في البلاد والناس اللي تعيش منه أنا نأكد على تعيش منه وعليش ليه نستعملوها لأن هذيك مهنتهم لأنهم يحترفوا الشي هذية وما فيها باس جيل جديد كذلك ياخد المشعل ويصير هيكل الخلطة هذيك المحلها ما بين قامات يعني في الفن معروفة في الدراما معروفة مع جيل جديد ياخد المشعل مش مشكل محترف قاري ولا مش قاري لأنه بالحق نعم الموهبة راهي ما تفرقش بين قاري ومش قاري عندك ولا ما عندكش تحس ولا ما تحسش سيسا يعني معناش مشكل هذية لكن نتمنى أن يتصير فما موازنة في العدد المشاركين لأنه النقابة في الخارج الدول يعني مثلا مصر ولا يفرضوا ثلثي يعني المشاركين يكونوا نيدو تياغ حاملين بطاقات الاعتراف ولا ممتهنين للمهنة هذية وما فيها باس لأن تياغ يكون من الهوات ولا من ناس جديدة ايكم سا يتبدل الجيل لياخد على هذا وعلى هذا وبهي برشا كيتخدم انتي مع قامات كبيرة انا نتعلموا منهم طبعا انا عندي يكون لي الشرف وعندي دي سوفنيغ محلاهم اني خدمت مع ناس كبار في تونس معنا هذا مهم جدا ونتمنى وليداتنا زيدا ولا ليجون بتاعنا توجد يعرفوا زيدا القامات الكبيرة حتى التصرفهم طاعوا في الكوليس كيفاش حاجة اخرى راو بشكل احترافي كبير بتقاها بغي ما ملتزم كسوسوا بنصوا كسوسوا بحضوروا كسوسوا قبل الوقت كسوسوا مع ناسها بالحق راو فما سلوك اخر في الاحتراف بخلاف الاداء قدام الكاميرا انتي بش نرجعلك على كلمة نصاف قتلي علش لي يعيشوا منه الفن ويسترزقوا منه الفن في تونس اليوم بوضعية الفنان بميزانية وزارة الثقافة لكل عام نفس المشاكل بالانتاج القليل اللي عنا في الفنون لكم المسرح سينيما دراما اليوم هل ينجم يعيش الفنان بالظروف هذي من الفن لا ننجمش يعيش خاصة كما قلت انتي يعني ندرة الانتاج احنا ننتجو موسمين احنا ننتجو في رمضان وفي رمضان ومش الناس كل تشارك دونك لا ما يعيش منه بالعكس تعب الفنان في تونس تعب تعب معناتها الحقيقة يعني يعيش بالمينيمون يستنى دور بش يعيش فما الناس راي تعيش به طول العام ذيك المشاركة يعني ما عندهيش مورد رزق اخر الحمد لله انا منيش في المجموعة هذي لاني انا موظفة دولة يعني انا موظفة والحمد لله اني اني كنت موظفة معنية بلغتنا قلو سلكتها بغطو برشة برشة فناني كيما قلت انتي قاعد يستنى دور وكانت بحذية ممثلة نجوة ميليت قالت فما ممثلين وصلوا يعرف دور ردي وعمل ردي ويقبل يشارك فيها على خاطر معدوش حالاخر بشي نجم يعيش مورد رزق نعم اليوم وضعية الفنان التونسي كيفش نجمو نصلحوها شنية الحلول على اقل الاولية الحاجات اللازمة لولانية اللي نجمو يعملوها بشي تصلح وضعية الفنان اليوم حابينا ولا كراهنا عديد الاسماء ربي يرحمهم غادرونا وهما في حالة اجتماعية صعيبة برشة رغم اللي رينيهم في برشة اعمل اسميهم نجحت كيرال مشاهد تونس يقول انا نتفرج فيه تقريبا كي نقبل كل رمضان ولا كل عمل لبس علي هذه الصورة اللي مخذيلها على الفنان نعم يستخيلوه بالكرهبا وبالشوفر وبالدار وبالهوة تعبش خلاص كراه معنتها صحيح انا يظهر لقانون الفنان في تونس عيب انه ان دو ميل وين دو معناش قانون يحمي الفنان معناش قانون ينظم مهنة الفنان هذي جراوا عليه برشة الفنانين وصارت برشة لقاءات ورفعها حتى للرئيس الحكومة في سنوات يعني الماضية وصار حوله نقاش ورجعه تعاود تصلح وبرشة جلسات مع فنانين واقتراحات وتنقيحه احنا نتمنى انه القانون هذي يرجع يتحطي على الطاولة ويصدر لانه بشي يحمي الفنان ويحمي له حقوقه النقابة الفنية كذلك نتمنى انه تكون فهمة لفتة كريمة للمبدع التونسي خاصة هذي نسب المشاركة في المسلسلات يعني بنسبة الثلاثين من المحترفين لانه في المسرح قاعدة تتبق يعني العمل من تنجمش تنتقي ولا تشري عمل يعني لجنة الشرائية أو لجنة المشاهدة ده متاخذش عمل مسرحي بيشتروجوا مدعوم داخل الجمهورية ولا في التظاهرات الا ما يكون ثلثين حقق فيه ثلثين المحترفين على الركحة على الأقل او المشاركين بصفة عامة الثلثين يكونوا محترفين يعيشوا منه نتمنى انه هذي يتبق كذلك في الدراما وقتها اكيد مش يلقاوا مساحة بش يخدموا وياكلوا خبزة سوادي اي ولينا نحكيو على انه ياكل خبزة انه ينجم يعيش ما عشنا حكيو برشة على ابداع في الحالات هذيه هو ديمة البروفيسيونال ديمة المحترف ولي مهوس فن ومهوس معناتها ما ينجمش ما يكونش مبدع لكن اذا كان فنان سمحني في الكلمة مع احترامي الفنانين الكل جعان في كرشو وهو وصلوها برشة فنانين بش ينجم يخمم في ابداع اذا كان هو مش لاقي بش ينجم يعيش اللقوت اليومي متاعوه انا نأكد لك هو البرة يشكي من اه معناتها من الوضعية متاعوه نقوله احنا المادية كيتحت في في خدمة صدقني يصبح مبدع وينسى كل شيء طنك هذي الفرق بين المتمعش وبين المبدع الفنان معناتها اكيد دراوكي مش تحطه الفنان اللي هو عنده وضعية مالية يعني صعيبة وتعيت له في دور صدقني مش ينسى كل شيء مش يكون غيمان وافي للمهنة متاعو وافي للأداء متاعو وافي للإبداع متاعو مكش مش تحس اللي هو يعاني قاعدي هكا يعانيك في حاجة هكي كوبار مش يكون مقنع يخرج الفنان اللي فيه اه طبعا مش يخرج الفنان اللي فيه تبينصوك حتى مش اي حد ناجم يكون فنان مبدع سوا ديزان بيه قولت ما مع الاعادات اللي قاعدين نعيشوا بيها كل يوم تعود تتفرج في في خدمتك خاصة انتوا هفهم اخوة وزمين قاعد يتعاود با الحقيقة السنوات الاخيرة لا مانيش قاعدة نتفرج انت خترت انه مع تتفرج لا لا الظروف ما خليتني تليفزيون تقريبا من مساش يعني انا اه عندي على قليلة ثلاثة اربع سنوات ندخل للدار تسعة العشرة متعليل بصيفهم بش تاهم معناتها بحكم الادارة والمهام الموازية كسوسوها اللي جان او المهرجين ضنك جيتني ظروف على بعضها مربوطة اني ندخل الماخر ضنك سو كيفية تلبزة ما نحلهش ولا ما نشوفش لكم برشا حاجيت محفورة في الذاكرة لحقيقة تجارب قتلك تقعت في الميموار خاطر اللي كيب اللي كنت معها والناس اللي كنت معها ما تنجمش تنسى هدوكم بالكل حتى كانت بها ولا حتى متوسطة معناتها تنجمش تنساهم الحقيقة اخو زمان اللي قاعد يتعاود دو شنية تتفكر منه شنية اللي قاعد لك في الذاكرة من من المسلسل هيدا اه با اولا اه اللي كيب اللي كانت موجودة في الخدمة كانت عائلة فعلا كنا توفة سيكونس يقف التسوير تلقانا الظحكة تلقانا محلينة الكل 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 بالفيقوراسيون بالبرومير وال بالدوزيام وال بالكل الكل يعني هذي البلاتو عائلة ماذا بيك ما تروحش ما نحسوش بالوقت معتها هيدا مهم اللي سوفنير الحلوين وكانت فما عن طنت كبيرة ما كناش نعاودو برشا كانت فما كي ما نقولو احنا حاجة سوبل حاجة خفيفة برشا ما فيهاش تعاثرات تخدم محليك تخدم مرتاح تخدم عام الجو رغم البرسوناج تظهر مسميمة وصعيبة وبرشا يخذوا منها موقف خاصة الناس ما تفرقش ما بين الفني وما بين الأداء وما بين الدنيا دونك تحس تخرج من غاديك ما حليك معناتها مع الفريق هذيك بالحق فما حاجات نحس اللي نم صدقا ما عاش تتعود هي الديسيبلين وهو الانضباط متاع المحترف كيكون في في الليوم عاش موجودين في الأعمال الجديدة بش ما نجمعوش نحكي في العموم. بقى انا قلت مشاركاتي بش نجم نقارن للمحالة. الحاجات اللي شاركت فيهم كذيفة شرف ولا ك. اي اي لاحظت حاجات ما كانتش كي مقبل. عمرنا ما كنا في كرة بنستنى وممثلة ولا ممثل حتى الساعة يهبط بالنص ساعة وبالساعة جميع. معناتها اذا كان يقول لك نتعدي لك ستة رو ستة غيربوع في الكيس هو واقف في ستنة. هذي يقبل معناتها نحكي لك. اذا كان يقول لك بغية تغني سبعة سيس سبعة الناس كل راجعة عاملة لكتور ووقفة في البلاتو. بتات اختوى عرضتني حاجات من النوع انك تقعد تستنى بالحق تسمع انتي مثلا شخص قديم شوفر معاك ولا اسيستون يقولوا يا حسرة وكتو برا نقعد ونستنى وحتى الساعة يا حسرة في على ممثلين اقبل يا حسرة. مي ولا هو هاتي كاك كم قطبت بزنة. طوى استسألوا النجومية ولا في ساعة في ساعة يطلع النجوم لا طبعا ولا تسهلا ما نعرش انا تكون اا نكون ميوت والي دانكوت والي اا نعرش انا تدفش ولا تولي اا تولي اسمك مداول وجهك معروف برشا قبل بشقاء. اي ولا انا نتفرجوا في في عمل وثنين وثلاثة وعشرة بشي تحفر اسمه ونقتنعوا بآداء ونضحكوا معاه ولا نبكيوا معاه. بتعبه بتعبه قبل بش توصل تعمل حاجة بتعب كبير. وما ينجم يكمل كان لي عنده وصوفه القبل. توا يظهر لي توا انا ما نقولش استسهل نجومية بقدر انه توا الفيزيبيليتي اكثر هو. توا فما تنجم تبع اليوتيوب تنجم تبع الانترنت فما التواصل الاجتماعي للبختاج اللي يصير على دي سيكونس على وجوه على حاجة كتبت على مشارك تشوفها برشا. سو كيفي فرصي ما حتى كما شفتش المسلسل راك مش تعرفه حتى من الخيسبوك ولا. وولينا في في عصر البوز. اي. 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 دونك اه حتى كان ما 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 تفرجتش فيه بس بش يقول حاجة بش يقولوا عليه. اي نسمع بي. اي حتى كما تفرجتش فيه نسمع بي. صحيح. به. هيت نحكيه على الريادة متاعك في ادارة ايام قرطاج المسرحية. اه بنسمى لك شنية تمثلك ان تكون اه اول امرأة على رأس ايام قرطاج المسرحية هي مسؤولية كبيرة خاصة تظاهر عريقة تظاهر عندها اسمها وعندها وزنها في البلاد. بو انا اه اولى في حاجات اه ما هيش لولة. يعني حتى مراكز قيادة مراكز الفنون الدرامية كنت اه معناتها من نساء من اول النساء لشدة مركز وعمري ما حسيت انه فما فرق بين مراه وراجل. اه ايام قرطاج المسرحية كيف كيف ما اخذيت هيش باول امرأة ولا هيك الخوف عرفتك الخوف لول امتاع مش شدة ايام قرطاج المسرحية ياخذ منك كل شيء ما يخليكش تفكر في انك امرأة ولا راجل. ضنك الخدمة فقط هي اللي اه تخليك اه تقول النجم ولا من نجمش الفرق بين مراه وراجل فيش اه تقريباً الراجل اكثر آآ صمود قدام لآآ كوسوسوان النقد ولا آآ تعليقات ولا يعني المراهة تنجم تتهز في ساعة في ساعة وتقول لش لازني انا فك علي عليه. قلت وش لازني قلت 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 برشا مرات مش مرة قلت ش لازني معني تخطر ساعات حاجات تجيك هكيكة معني تأنتي وليد عملت لساق عملت سوديزون وتشكيك ولا اتهامات ولا وبعد نلقيت اللي هيدا عادي معني تهدي كي ما نقولوا احنا الفلفل اكحل متاع البهار متاع تفويح اي تفويح متاع اي عمل تقوم به ولا اي مشاركات ولا اي ريس بانسابلتات شدها لازم فمانيس تكون راضية ناس مش راضية ناس تعجبها ناس ما تعجبها ناس توفقك ناس ما توفقكش. ضنك عادي عادي جداً والحمد الله نسمع الناس كل وبعد لي كان نحاول الراجعنا نفسي نحاول نقول عنده الحق ما عندوش. خفت من الاول من المسئولية هذي عالاخر. خفت ورفضت حقيقة. عليش? خطر حسيت اللي ما عنديش الخبرة الكافية بش النجم من قود تظاهرة كبيرة برشة في العالم العربي. انا عرفت انا نعرف قيمة ايام قرتاج المسرحية وزدت عرفتها كي خرجت حضرت بعض المشاركات وشفت كيفيش ينظروا الايام قرتاج المسرحية. اول ما شوفك قولك اه قرتاج قرتاج العظيم يعني بالنسبة ليهم ايام قرتاج المسرحية اهم واكبر ويعني اكثر محطة في العالم العربي مشعة ومهمة وبصراحة انا حسب اللي زيد زرته في التظاهرات العربية خاصة الشكل اللي احنا نقيم به التظاهرة هذي وذي الفضل اللي يسبقوني لانهم هما اللي حتو الثنية هذيه. اه يختلف تماما كيفاش تسير بقية المهرجانات. يعني احيانا تقاها المهرجان الدولي بندرشوه بكذا بكذا بدولة كذا. تبشي تلقى فيه ستة عروض. اه طول النهار انتي في الوتيل. ولا عشي تبشي تحضر العرض وتراوها. الاسم العالي. ستان شوة. طريقة فنية. طريقة انجاز. قرتاج وصل لعمل مية وثلاثة عرضة عم نيول. مهم. دونك بتاتر الكاثرة زادة مش باية. بتاتر احنا هذا ما هوش يسر باية. مهم. ما نتبهيوش بالارقام. هي كانت سنة استثنائية عم نيول. اكيد. حقا انو سنتين بعد عام. نعم. اخذينا بعين الاعتبار الناس ما خدمتش عامين. الناس متوحشة برشة للفن. واحنا رغم هذيك عنا حجز يعني احنا وصل للمسرح. قدش فرحتني الحكاية عمل يعني نيس تعارك فيها. حتى في الراديوس مع تعارك فما نيس الدخلت في دي بلاتو. في فماش تنظيم في ما نلقاوش تسكر في قبل باربع عشرين ساعة وفماش تسكرة. في ثلاثة ايام تتوفيق فات التذاكر. انا هذيك كان. هو هذيك حاجز ماتا. انو المسرح المسرح اللي هو. المسرح انواع. لهو ستنداب لهو مسرح تجاري. هذي المسرح المسرح. يعني الكلاسيك متاع المسرح. انو يكون وفات التذاكر قبل بثلاثة ايام قدش كنت حاجة مفرحتني. اللي هو معاش لقي بلاستو برشة مع الجمهور. طبعا مع مع المعال. معطون درشة دي قاعدة. مع جديد معاش لقي. اما الحقيقة كان فما قبل بثلاثة ايام تقريبا لنسبة ثمانين في المية من العروض. للجانب متاع ادارة اه مهرجين كي دخلت في وسط وكي كنت انت في قلب الاحكاية كيفش اللي لقيتها خاصة دي ما اه في تظاهرة هذي نحكي وعلى صعوبات نحكي وعلى عراقين نحكي وعلى اه خاصة مادية دونك كيفش اه انا في المادي اه حقيقة في المادي ما كانتش عندي اه مشاكل. الحمد لله بورين فوا معانيش حاجة تظاهرة ما فيه زيغو اه مشكل مادي للامانة. لانه كانت اه المهرجين هو براعاية المؤسسة الموطنية لتنمية المهرجانات وتظاهرات ثقافية والفنية. اللي هي مؤسسة ترعى المهرجانات. اه ما كانش عندي حتى مشكل. يعني كان اه خدمتنا كانت مقنعة. اه كان عنا مقنع. اه كانوا معنا على الاخر. اه مدير عام المؤسسة كان يسر معانا سيوسف لاشحم. كان يسر اه كي ما نقوله احنا يدز في المهرجان باش ينجح. اه كان الطلباتنا نتخيل معقولة ما ما فوتناش ما ما تجاوز ناس اللي معقول. اه. وكان حريس انو يأمن اه المهرجان ايام قرتاج المسرحية. اه. وهذا جانب كبير لجانب هذية كان سبب من اسبب لمعان ايام قرتاج المسرحية اه دوميل فنتين. حقيقة ما كانش عنا اشكال مادي بحكم انو راه مؤسسة التظاهرات. وهذا مهرجان هالمؤسسة. مهرجان الدولة لحقيقة هو موش مهرجان جمعية تستنى في دعم ولا في منحة ولا يعطيوك بوخ سنتاج وانت يتكمل الباقي. خذيتو المؤسسة المهرجانات اللي هي اه تحت اه وزارة شؤون ثقافية. المهرجان كامل هو اه كي ما ما نقوله احنا جي يمسي جي مهرجان الاغنية هو هذية ابن مؤسسة المهرجانات وكانت خير حاضن لهذا المهرجان ما كانش عندي القلق المادي. اقلق الاعداد والتحذير والالغاءات اخر لحظة ويتيح لك عرض قبل بنهارين اذاك وصلت بكيت. معانيتها منكثرت الضغط يعني تقبل بعد الكونفيرنس دو بريس وقبل بثلاثة ايام تبدأ تتساقط العروض طيح الالغاءات كان شي مفزع. كانت الكوفيد هي سبب. يعني الناس تبدأ جاية تعمل تس بسير تطلع بوزيتيف يتلغاء. كسوسوها ضيوف كسوسوها مشاركين ومع ذلك بقاقة امو الحمدلله. شني تعلمت من تجربة هذي? انك ما ترقدش. انك تشد روحك اربع شهور اه ناقصة ماكلة وناقصة نوم ومعاتش فكر معاش تفكر. تعلمت اني نتجاوز. تعلمت اني نصبر. تعلمت اني ما نسمعش بارشة حاجات. اه تعلمت نمشي لقدام ومنوخرش. تعلمت اني منتلافتش لتالي. تعلمت اني نرسم هدف حتى نوصل له. معني اعلمني بارشة مقدش مسرحية. فغيمو علمني حاجات ما كنتش لاني اينا الحقيقة هشة شوية. معني تا اينا اه ما نحبش ندخل في اثنية فيها مشاكل ولا مانيش كاميكاس. مانيش منجزتش. ما تحبش لدي فيك. ما نحبش المجازفة اللي انا فيها ريس كمتاع بتاع عيشاك ولا ما نحبش. ما سيكون بسا نقول ما ندخل هاش خير معني تعرفتها. ايام قرتاج المسرحية حتى شي ما كان سور. حتى شي ما كان ينجم يوصلك للنجاح. حتى شي ما كان ينجم يكون بخفي. حتى شي ما كان ضمن لك انتي داخله. في طوفان. ما تعرفش كيف. اينا نهار الفتاح. كل ما صار الفتاح تحدى بي. اوك مانيش مصادقة. ما زالي غضو. ما قلت نحسب بالنهار بالساعة. اه او تعديت العروضة دي سفا. ما فاميش مشاكل. ما صارتش مساكل في القاعات. ما تحليش حد ما. الحمد الله. او ما زالوا اربعين. ما زالوا. معناتها كالضغط اللي قعت شهر بعد ما نيش. ما نيش مستوعبة صار لي كسو غمناج. ما نيش مستوعبة انه فات ايام قرتاج مسرحية وتمت. صدقني. اه صعيب 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 صعيب. مش لي واحدي. انا معا فريق عمل. اكيد. معا هيئة تفكير. معا هيئة فنية. معا مؤسسة بابنائها وبإطاراتها. اه ناس كل تجري ما ترقدش النوم. معاش تعرف معاش تغزر المنجيلا. لي نتكمل تهسا كوكو تخرج. مرة تفاجأ بها ثلاثة متعة سباح مرة تفاجأ بها العشرة متعة الليل. معاش تغزر للوقت. تقعد في بيروك تخدم 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 اجتمع عور اجتمع عور اجتمع عور اجتمع. معت لفتقى الدنيا ظلمت وانتي ما تدخلت التسعة ولا ثمانية متعة سباح. هيدا الكل اتعلمتو انك كيفاش تتحول الى ماكينة وتحافظ امامتو على توازنك. صعيب علخر. وشكرا جزيلا لكل من مرة بأيام قرتاج المسرحية من بعيد او قريب. شكرا لمن اسس ومن نفذ ومن واصلا ومن تتسلم المشعل الى حين وصل لنا. وشاء الله اللي بعدنا يعملوا خير. ان شاء الله هو ما زال المشعل عندك انتش بش الكمة. توقعت انه توقعت انه تواصل الدورة بعدها. انا نثورك قلت حمد الله وفيت الدورة ذي تلقى روها قديم دورة اخرى. قلت حمد الله اللي وفيت. وبتعب اللي ريته والحجم الكبير والضغط اللي عاشته. اه مخبيش عليك تمنيت اني ما نعاود هيش. اه جددت وزارة الشرؤون الثقافية وسيدة الوزيرة مشكورين الثقة. وان اعتبرتوا تكليف. اه. وان شاء الله نكون قد المسئولية هذية. المرة هذية اخف شوية لاني جربتو. الضغط اخف شوية لاني جربت. ايك الانكنو اللي كنت ما كنتش نعرفه. ايك المبهم الضبابي اللي شنعرفه جربتو دخلت فيه. اه فما جانب كبير اه ثم تجربة كسبتها صغيرة. ان شاء الله نبني عليها سنة. اه سنة ايام قرتاج في صورة اخرى. اه كي ما قلت لك دوميل فانتين راهي كانت سنة استثنائية. اه سنين حاولوا بش يرجع ايام قرتاج للناموس اللي رسم عليه ومن اجله انو ما يشارك في ايام قرتاج. كان من كان من يستحق ايام قرتاج المسرحية. والعروض مش مش تكون بالعدد اللي شفناه في سنة واحد وعشري. اه مش تم مراجعت طريقة العمل متاعنا والخط الفن الخط الفني متاعنا. اكيد عنا في الكوزينة نتغنى متاعنا اخطاء. ما شافت هايش الناس. احنا نعرفوها. ان شاء الله نتجاوزوها. ونعملوا على انو نتجاوزوها. وهذا هو هانا نخدموه. ان شاء الله بالتوفيق. اه قلت لي من الول ما كنتش اه مقتنعة ورفضت. شنين يخليك تقتنع? وتقول اه خليني ندخل في الغمار متاع الحكاية ونجرب. شنين يخليك تبدل رأيك بعد ما رفضت? لو المرة قلت اه بو ما هوش رفض كاريمان كنت دهشت. معنيت عينك هي خوف من المسئولين صوت. هو الحقيقة ما كنتش منتظر ما خرجتش حتى اشعة. ما كتعرف? احنا الاشعات تسرب فيسة. اه مش يحطوا في لينة مش يحطوا. اسمعنا فجأة نصاف بن حفصية. تولي تسمع تسمع انتي في برشة حديث. هي نصاف بن حفصية اصلا تفاش اتو. اه لحقيقة بسرعة مش نحكي هيلك انو اه كيفاش تمت تمت اه الوزير اه سابق سي محمد زي العبدين استدعاني. كلمتني للكاتبة متاع وانا وانا نخدم في دارة المسرح. اه انا سودي غيك توغ في دارة المسرح. مانيش مسئول اول. قاتلي سيد الوزير حاشتو بيك. تول ماضي ساعة قتلها. تول انا عندي دبار الجندوبة وبيجة مشنا فلاشتنا مشاهدة. قاتلي مساش مادام ايجا في ساعة وراو سيد الوزير استنى فيك. مشيت اه دخلت باون القيت بحدي زوز مسؤولين من الادارة اوسي. اه دوبة دخلت عسلم عسلمة قال يتفضل الارتاح قتلو اه قعت نغزر قلي رك تقول شبيه هذا عليش نديني قتلو قلت. قلت. قل لي انا نديتك على ايام قرتاج المسرحي. انا قلت بتاترف ما حاجة صارت حبي استوضح مني يسمع رأي في حاجة بحكم اني شاركت فيها زادة من بره شوية خدمت معهم. قتلو ايش بيها ايام قرتاج المسرحي. قل لي رك مش تشد لنا ايام قرتاج المسرحي. باللفظ هذي جاوبتو قتلو انتي تو عطيتني جبل قتلي نصف نحبك تهزو على تهزو على كتافك. قال لي عليش قتلو خاطر تظاهرة كبيرة برشا انا ما عنديش. شديت مهرجين لمدينة في سفيقس. شديت ربيع المسرح المحترف. شديت ما كانتش كيمة الدولي. اكيد. ما كانتش كيمة الافريقي العربي. ويزمك كرني دادريس. ويزمك نيس. يعني ما عنديش انا لحقيقة هذيك في الوقت. بالحقيقة في سا في سا نقول لك قتلو سيد الوزير شكرا على الثقة. لكنا نطلب منك ستيان فندردي. ماضي ساعة بتاع النهار قتلو نطلب منك تخليني مفكر لنهار الاثنين. لاني مش نرجع لوليدي. اه نافش نحكي له. البوبوسيون هذي لانو يهمني اوليدي يعطيوني رايهم. علش يهمني لانو. اه 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 كما قولوا انا الراعي الوحيد في الدار للاوليد. اذا مش نبعدو نعيشك يخليك. اذا كان انا مش نصهر ونروح ساعتين متاع الصباح وماضي ساعة متعليل كل ليلة ونص الليل ونعرفها ونبيت في العشرة ايام هذوكم خارج الدار. في وقت التنفيذ سوف يدير يزم يكونوا هما مسؤولين. يزم يكونوا متحملين معي المسؤولية. يزم يأمن قرائته وديسيبلينا متاع وكي اني موجودة. وهذا هو اللي قلت هولهم. قالوا لي ما ما جيتك تجربة. علش ليش بين ناس تقبلوا وتجربوا. وخوضها وعليش لي. انا ما زلت ما لحقيقة ما رجعتش نهار الاثنين بش نجاوب سيد الوزير. وهو هبط البلاح. اه تسمي. حتى قديم الامر الواقع. اه. الحقيقة برشة اصدقاء فرحوا. برشة مسرحين هنوني وقالوا لي احنا معاك وو. وزي وعليش ليه. وتستحقها وركت نجمها وركت نجمها وركت نجمها وركت نجمها من برشة ناس. هما لي عطاوني زدوني الثقة في روحي. وخدمت مش وحدي. راني خدمت. راني خدمت. انا سنتيوه اختيستيك. وتنفيذ. واعوان مصغير للكبير من اللي واقف في البيب البرة ينظم في دخول الناس. للي حتى البرمجة للي ينسق مع الدول العالم. يعني صدقا لو لهم ما كنت انا تعلمت ووصلت. قديش راضي على تجربة هذي. سبعين في المية. رضا بهي. رضا بهي. خطر ما كنتش نتوقع روحي نوصل نعم لك كمعا زملائي. دي ما نقول نحنو. ما كنتش توقع انو نوصل ونعملو حاجة لانو صدقا كنت خايفة منها برشة. شين الحاجات اللي في مخك في تجربة هذي ولا في الدورة هذية يلزمني نتجاوزهم يزمني ان ما ما نعودش نتيح في نفس الاخطاء متع الدورة اللي فاتت. هو ايام قرتاج المسرحية نظمها ليجان. فما لجنة فرز. دوك ما نيش بشو نقول لك ما نتيحش في الفرز. هاتفرز دي ما لجنة مستقلة ما ندخلوش فيها. يعني طب الحق صدقا احنا ما ندخلوش فيها هي تعطينا رابور احنا نلتزمو به للامانة. آآ شنو اللي ما صارش عم ناولو نحب يصير السناب باشا حاجات في في التنظيم الداخلي. يعني حاجات ما شافت هيش الناس. آآ ما نتحنا عمنا ولا عملنا شاركة نظمة الدخول نظمة البيتوري نظمة عملنا حاجات جديدة في في تنظيم الدخول في كل شاي كان كل شاي بخفي قبل 24 او 48 او الناس تعرف كورسي هاوين. آآ يكون يوم راحة خالي من اي نشاط ومن اي عمل يشوفو فيه تونس كوجهة سياحية. لانو من واجبنا انو نعرفو بتونس. هل نجم راها في الدورة هذي؟ ان شاء الله. ماش نحاولو نخدمو عليها. انو يكون فاما يوم راحة. ان شاء الله لانو زخم ساعات يفرض عليك ماذا بيك تبني صالة جديدة. ماذا بيك؟ مش العبيد تنجم تتفرج اكثر وتنجم تدخل اكثر. ايه. ايه. لانو احنا نبنيو عالكبير وبعد لي كان نبدايو نطيحو. نبدايو لحقيقة نبدايو نخففو بعد. ننشوفو الكبير وبعد نخففو لانو تونس تفتقد اللي لقاعات كبيرة ومجاهزة متاع مسرح. احنا نخدمو بالموجود. والموجود ما ننجموش نأثثوه باكثر من طاقتو. احنا عرضتنا عروض عالمية. عروض عالمية تنجم اه اه توصلنا لمستوى فني راقي جدا. لكن من نجموش نجيبوها. من نجمو وصلنا لها تواصلنا معها حكينا معها خستان في الدورة هذي اموان ثلاثة. وقت عنا المدير التقني الحل الملف والفيش ارتيستيك متاعو الفيش تكنيك متاعو. قل لي مستحيل يقول لي باش تنجم تأمنو. مستحيل يقول لي. لا سالة تنجم تانمو التقنية متاعو. ولا اه متريالي نجم امنو التقنية متاعو. النس نسوصلت البعيد برشة في اللي في التكنيك. مه. دونك نحاول نجيبو المزيين و البهي واللي فينا. في حدود امكانياتنا الفنية والتقنية وما تستوعبو هلقاعات متاعنا. ويوصل الان الاستعداد للدورة القادمة. احنا توى العلاقات مع مسرح العالم متقدمة جداً لأنه هذا يطلب وقت قبل. يعني التواصل مع دول العالم تم وانتقاء العروض تم قاعدين نتواصل معهم في كيفاش نجيبوا العروض هذية. بالنسبة للعربي والافريقي والتونسي لبالت حل وهنا نحب نذكر رهو الاخر اجل لقبول الترشحات على المنصة مش على الميل فما ناس قاعدة تغلط طباثة على الميل بتاع كونتاكت ات جي تي سي اب بوينتين راهو هذيكا ما عادش نقبل عليه وهبطنا في البلاغ وقلنا فقط على الرابط يعني ثمه ابليكاسيون جديدة ينزل عليها ويصب بالملف متاعو بيس بقبيس وينزل انوية فقط ما غير ما يقعد لميل لحتى اه اسهل برشة وابليكاسيون منظمة وفيها ديشون يعمرهم وكهو رجاء ان تترشحوا السيدة المسرحيين المعنيين الشركات اللي تحب تشارك في ايام قرتاج على رابط موجود على الصفحة متاعنا حتى على صفحة الفيسبوك موجود وفي البالاغ موجود واخر اجل يوم ثلاثة سبتمبر باش لجنة الفرز والانتقاء تبدأ اشغالها وتعطينا هي مخرجات العالم العربي والافريقي والتونسي اليوم على رأس ادارة ايام قرتاج المسرحية لكن غايبة على المسرح باختيار منك نعم اه التلفزة مغايبة ويه ما اليوم فنان كيفاش ينجم يبعد على اه حاجة حبها نعود ونقول مش سهل انو حاجة تختارها تقراها وتختار انك تخدم فيها ولكن اه تلقى روحك مبعد بعيد عليها ما شي اخترت وانتي وشي اه تفرض عليك هو الحقيقة انا كثرة المشيغ اللي عندي لادمينيستراتيف ما خليتنيش نحص بالفراخ يعني نحب خدمتي اه نحب خدمتي في الادارة في الوزارة والسي اه كيما نقول انا مرتاحة اه رغم اني نقضي في ساعات اه مهولة في العمل لكن الحمدلله مرتاحة انا في المرات اللي كلامتك فيهم الكل ما شاء الله عجيمة تخدم ايوي اه حمدلله انا مرتاحة منيش متقلقة اه دونك بوتتر هذي خليني عوضلي يعني خليني ما نحسش باني بعيدة صوفكم كاي فنان يعشق المهنة هذي كنا تفرج ساعات نغير حس روحي تمنيت كان كنت في البروديكسون هذي كان كنت في اللون حس روحي عندي بلاستي كنت النجم نكون هنا 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 دوك في اللحظات هذيكة وانتي تتفرج تقول تيانا والله انا كنت النجم ونكون هنا عليش وكحاو تعديها تحسك تعودت ما نتها اليوم سهل انه الفنان يستنس انه بعيدة على 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 تمثيل كسوس ومسرح ولا سينما ولا تلفزة كيما تستنس بالوجيعة تنجم تستنس بالبات هي هي دي قلت دي جا يوجيعة هي وجيعة ما تستنس به مهم شبشي عملو فكوا بصيف امل وجيعة حتى ننسي وننسي ودي ما نقعد ونا تفكر ودي ما جينا دي مومو حتى كي نقعد وحدنا اي 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 كل ما تتعطب تتوجيعة اي كل ما تشوف بروديكسون تتوجيعة تقول يريتني كنت فيها زكتما هما تعودوا بالوجيعة اينا دي جات وجيعة كي تحكي لي هكي على خاطر بالحق اه الرام الروحي اه حاجة تحبها اه تبعد علي حتى كي تاخد كونجي ترجع متشو وقد حب وقتش نرجع وقتش نعود اه اه نخو اترا مرة روخ مرة اخرى ونعود اه نرجع لخدمتي وللميكرو كيف كيف نتصور انتي للركح والا قدام الكاميرا كيف كيف نفس اذا كان مش اكثر اه بيانسي اكثر انا انا نهارت لي اه نمشي في نهار تورناج بنقلتها في برشا بلاتويت ونقلها ونعودها كيني خرجت في رحلة كيني مشيت في اه عاملة جو في بقعة معانيتها باش نننبدل الجو حاجة ياسر نحبها معانيت حاجة ياسر تبدللي الريتم دو في وكل شاي بربي هنين نحب نحيي برشا الممثلين والممثلات اللي يعيشوا بالبالبالبالفن ويعيشوا بالبالبالتمثيل سواديزون كل ما نفهموها الناس كلو نعرفوها عامة الناس ومغيبين ربي معكم تساملوا مع القليلة انا عندي سوخ زوفي مانيتها عندي شهريتي الحمدلله الحمدلله هما فما نسا قلهم ربي معكم ان شاء الله جي نهار وتتصلح وضعية الفنان وانهار اللي يلقى روحو ما يخدمش اموه يلقى اعيش كاري وينجم يعيش مرتاح بما انو قاعدين في النستلجي والاعمال والتنهيدة وكل شاي شنية نوعية الادوار اللي حبيت تخدمهم ميجيتكش الفرصة انا نحب دور الام برشا برشا معتها الام مهما كانت اه كسوا ام اه كي ما نقولوها المخبول الحاضنة المحبة تدفعة بابنائها بش يكونوا في احسن مراتب اول اول ام اه اه مليكش في الدور هيدا اه خدمتوا مرة في كاستينج مسلسل كاستينج اه ام مربية كانت اه مربية وليس دختها ولا ولتخوها نسيت ولتخوها دونك اه وحتى الام العاقرة اي ساعات فما ام ظالمة معانيتها في كلتا الحالتين الام عالم اخر معانيتها بصدق معانيتها وتوتوتلي فاسون هو الممثلة اه نورما ما يقع روحو في كل شئ نورما ما اي حاجة يلبسها يحسها يزمو يلبسها معانيتها يزمو يمشي اي اثنية تعطيه يلو يزمو يمشي فيها معلش غالتلي في حياتك الكل مع وقتك اللي مليان مع خاصة انت واقعد اتحذر الدورة جديدة واجتماعات وتحذير وقديد وكل شيء اليوم ما ولادك متفاهمين هذي هما متفاهمين كبروا الحمد لله ولقاوا عالمهم وخذوا ثنيتهم وتعودنا انه كل واحد عندهم مشيغلو هما عندهم قريتهم و الحمد لله معانيتها مربي موافقهم و اينا عندي خدمت وتعودوا بي توا يا سيون سينيك ونالتو ما روحت دونك عندهم عادي لا ما عندهم شيء عالمهم سيون سينيك ذالي لا ما يتفجعوش حاطر يعرفوا اللي مماراي نورمال تروحها تسعة والعشرة وتخرج سبعة ونصب تأسباح وضوك تعودوا بي يعني في ماخذتني الخدمة برشا معتها ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله بالنجاح ربي يفضلهم لك نحب نقولك مخصيبو كولي كونت بحذية محليها الدرجة معك محليه الكلم معاك خليلك كلمة الختام للناس اللي تستنى في دورة جديدة من ايام قرتاج المسرحية وان شاء الله كيف كيف الرواك في رمضان نعرفوا انه الاعمال الرمضانية مازلت مازل بكري علينا نحنا احنا نخدمه في الوقت البدل الضائح اي دقيقة بعد السعينة انا نتمنى التوفيق طبعا لكل انسان في اي مجال متاعه يخدمه بحبه بصدق اكيد راول يخدم بصدقه بحب راول اكيد مش يوصل لدرجة من الرضاء كسو على نفسه او يكسب رضاء الاخرين هذا مؤكد شو نقول للناس نقول حبكم معايا نس كل المسرحين كل ايام قرتاج المسرحية متاعنا متاعكم متاع تونس متاع هي شمس كما شمس فيه متور فيها شمس على العالم العربي وعلى افريقيا احنا اللي مبعضنا ننزيدو ننضويوها اللي شايف حاجة تتعدل انا منفتحة لكل الاراء كسو سوى مباشرة جيني الملحوظة كسوى تكتبولي كسوى انا بنتكم واختكم وزميلتكم ونسمع كل شيء ومعاكم نبني ومعاكم نوصل وماني الا اه كي ما قولوها قطرة من بحر في هذا البلد ومبعضنا ان شاء الله نوصلوا ان شاء الله بتوفيقوا بالنجاح وان شاء الله ترجع بحضينا بش جديد وترجع بحضينا نحكيه في اي ايام قلتنا بحض المسرحية في اه في وقتها ببرشة جديد ببرشة امكانيات ان شاء الله نجم تحقق لك اه الحلم متاع انه اعمال كبيرة تكون حاضرة ان شاء الله نحنا نجي ما نقولوا ان شاء الله ما يخصيبوا كوة نصاف اه بن حفسية تحية اه كبيرة لك نحنا مزلنا موصلين معكم في صيف حتى لتسعة